روح الفانيلا الحامرة اللي ياما حسمت بطولات وياما حسمت مباريات في غاية الصعوبة ولكن النادي الاهلي بروح الفانيلا الحامرة واللي بتيجي اول ما تخش النادي الاهلي من غير ما حد يمكلمك من غير ما حد يقولك اي حاجة اول ما تنتسب للنادي الاهلي وتخش جوه النادي الاهلي بتحس ان الروح دي اتزرعت فيك يمكن من الحاجات الكبيرة اوي اللي ممكن ما تكونش مثلا في مستواك في ماتش من ما تشات الروح دي بتيجي كده مع الفانيلا أول ما بتلبس الفانيلا الحمرة واللاعب اللي بينسجن مع زملائه وبيبقى متفاعل مع الفانيلا تلاقي دي دخلت على طول جواك ما تقولش بقى حد يكلمك ما تقولش حد يدخلها فيك لا انت أول ما بتلبس الفانيلا الحمرة تلاقي روح الفانيلا الحمرة دخلت فيك يا ما حسمت بطولات يا ما حسمت مباريات مش عايز أنا أفكركم لأن انتوا اللي بتفكروني يا ما حسمتم بروح الجمهور وروح الفانيلا الحامرة يا ما حسمنا بطولات المصلحة النادي الأهلي روح الفانيلا الحامرة دي هي كلمة السر في الفترة اللي فاتت واللي جاية لأنها بإذن الله بتقلب موازين أي مباراة وتقلب موازين أي بطولة ويا ما شفنا كتير ويا ما حنشوف كتير روح الفانيلا الحامرة دي بتأكد أن الأهلي ما بيقوفش على أي لعيب مهما كانت نجوميته أنت عليك تتعب تكتهد بتستلهم روح الفانيلا الحامرة دي والتوفيق بيجي لك من عند ربنا لكن وانت كلاعب في الاهلي طالما بتستلهم روح الفانيلا ووراك الجماهير العشقة للكيان تأجد ان التوفيق حيحلفت لانك اخلصت واجتهت بهذه الروح